السلام عليكم ورحمة الله طلابنا الأعزاء وأهلا بكم في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم هنتكلم عن الجزئة رقم 5 من شبط الرقم 2 لهذه الجزئة بتتكلم عن typical examples للسيرمو بلاستيك طب إحنا هنتكلم دلوقتي أو هفكرك بالسيرمو بلاستيك هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة إذا بوليمر that have linear or branched chains which are not interconnected يعني هي عبارة عن ثلاثل خطية حتى وإن كانت متفرعة لكنها غير متقطعة مع بعضها البعض تعال نشوفت بك الأجزامل زي البوليسيلين اللي هو الدينيستي أبصة ألاقي قوة الشد بتاعته 3000 PSI بينما الألونجيشن أو نسبة للإستطالة 800% والموديلس الفلسستي 40 ألف والدينيستي 92% والإيزود 9 أفكرك بالإلاستيك موديلس؟ فاكرين لما كنا بناخد منحنة الإجهاد والإنفعال أو السيرس والسيرين بتاع أي مادة كان الإلاستيك موديلس هو عبارة عن ميل الخط المستقيم ده اللي هو عبارة عن دلتا سيجما وهنا دلتا سيرين يعني الإي اللي هي الإلاستيك موديلس بتساوي دلتا سيرس على دلتا سيرين يبقى شيء طبيعي لما الإلونجيشن تزيد تقل الإلاستيك موديلس تمام؟ طيب أما الإيزود إيمباك تفكرت بيه هو عبارة عن لما كانت العينة عمودية بالمنظر ده وفيها حز وتصدم في اتجاه الحز فكانت قيمته تسعة زي ما احنا شاكين طب لما شوفوا الهاي دينيستي لنفس المادة لأي البوليسيلين أبص ألاقي الشد زاد شوية بقى خمسة ونص خمسة وخمسمية لكن الإلونجيشن قلت بقت 130 طب لو الإلونجيشن قلت هنا إلي يحصل يزيد الإلاستيك موديلس زي ما احنا شوين قلت الإلونجيشن زاد الإلاستيك موديلس وهكذا في بقية الإيه النوعيات اللي احنا قدامنا